اشتركوا في القناة كما اللحظوا من خلال تسلسل سوى القمر الاصطناعي أهم ميز حالة سماء ظهور سحب قليلة بأغلب الجهات وليتكثفها تدريجيا بعد ظهور بالشمال وبالوسط ليلة توقع ظهور خلايا عادية بالشمال وبالوسط تكون مرفوقة ببعض الأمطار بالنسبة لمناطق الجنوب ظهور سحب عبر تقريبا درجات الحرارة ليلة تتروح من بين 20 إلى 24 درجة بالشمال وبالمرتفعات تكون من بين 26 إلى 31 ببقية الجهات من ناحية الحركية تتقوى حدة وفاعلية الرياح أثناء ظهور الخلايا عادية وتتجاوز سرعتها مؤقتا 60 كم في الساعة يوم الغد إن شاء الله بعودة الرياح الشمالية درجات الحرارة تعرف تراجع نسبي يوم الغد إن شاء الله نتوقع الحرارة القصف وتصل إلى مستويات 32 بزغوان نتوقع 30 بتونس العاصمة 31 بنابل 28 ببنزرت 30 بباجا وبجندوبة 30 أيضا بسليان 29 بالكهف بمناطق الوسط تصل إلى 34 بالقيروان بجهة الساحل سوسة المنستير وحتى المهدية 32 درجة توقع 33 بيسيدي بوزيت 30 بالقاصرين بالجنوب بيسفاقس 30 32 بيقابس 31 بمدين 36 بتطاوين 38 برمادة 39 بأقصى الجنوب توقع 37 درجة بيقبلي 35 بتوزر بيقافس الحرارة القصفة تصل إلى 32 درجة تقصيكون أحيانا كثيفة السحب مع نزول أمطار بالشمال وبالوسط وليتكون عندها سبغة رعدية بعد ظهر بالنسبة للملاحة والسيد البحري بسواحلنا الشمالية منطقتين سيرات وخليج تونس ستكون أساسا شمالية غربية سرعة من 20 إلى 25 عقدة تصل مؤقتا إلى 35 البحر يكون مضطرب بالنسبة للسواحل الشرقية وصولا إلى خليج جابس ستكون شمالية شرقية سرعة من 20 إلى 25 عقدة تصل مؤقتا إلى 30 والبحر يتواصل مضطربا كالعادة من دوكم فكرة حول الوضع الجوي ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبية بالنسبة لنوقشات تقريبا حرار قصوة تصل إلى 28 درجة سحب عابرة بالدر البيضاء 26 27 بريبات تقس مغيم بالجزائر 27 سماء سافية بالقهرة 36 درجة ترابلوس 36 أيضا وحرارة مرتفعة بالبقاء المقدسة تصل إلى 44 بالمدينة منورة وبماكة المكرمة نتوقعه 41 درجة بالدوحة تقريبا 42 حرارة مرتفعة بالكويت 48 45 بأبوظبي 38 بدمشق سحب قليلة ببيروت 30 34 بعمان تقس حار ببغداد 48 درجة وبالقدس الشريف سماء سافية والحرارة تصل إلى 31 درجة الوضع الجوي بالنسبة لبات المدن الأوروبية بإسطنبول 33 38 بأثينا سحب عابرة بموسكو 28 23 بفينا أمتار بامستردام 17 درجة سحب عابرة برومة 31 19 ببرلين وبكوبنهاجن بعض السحب والحرارة في مستويات 17 درجة بالنسبة للندن سحب كثيفة 24 24 أيضا بباريس دوك هون 18 سحب عابرة بجوناف 22 أمتار ببريكسيل 17 درجة سماء سافية بمرسيليا 28 31 بمدريد وبلا شبونة تقس في استقرار والحرارة في أوائل الثلاثينات تطور الوضع الجوي بالنسبة لأيامات القليلة القادمة كما نلحظوا يوم الجمعة يتواصل تدافق الرياح من القطاع الشمالي بالشمال وبالوسط تكون من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب تكون مثيرة لرمال والأطربة ضعيفة إلى معتدلة ببقية منطق البلاد ممكن ظهور بعض السحب بأغلب الجهات والتي تكون أحيانا كثيفة بالشمال البحر يكون مضطرب إلى قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب بالسواحل الشرقية ودرجات حرارة قصوة تتراوح من بين 28 إلى 32 درجة بالشمال وبالمرتفعات تكون من بين 32 إلى 37 ببقية الجهات بالنسبة ليوم السبت ريح تكون من القطاع الشرقي على كاميرا البلاد قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق البحر يكون مضطرب بالسواحل الشرقية قليل الاضطراب بالشمال تقريبا درجات الحرارة تتواصل في استقرار وممكن ظهور سحب عبر بأغلب مناطق البلاد موعد الشروق والغروب ليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة الخامسة و33 دقيقة غروبها في الساعة السابعة وربع لمزيد من المعلومات والأرشادات الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرزجوي ترعى دوبلو في بوميتيو بونتين تبعثوا رسالية قصيرة ولا تتصلوا برقم الموزع صوتي 88404 شكرا على حسن متابعة والاهتمام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر